اهلا بحضراتكم مرة تانية طبعا ارحب وجد الترحيب بكابتن حبدي براضي نجمي النادي الاهلي اللي مشارفنا النهاردة في السادسة اهلا بيك مرة تانية يا كابتن حبدي اهلا بحضراتك اهلا كنا بنتكلم اهلا عن الفرق بين المنافسة والمطشاط في بطولات افريقيا والمنافسة في الدوري قبل الفاصل اه طبعا هو في فرق اه اه يعتبر يعني يعني زي اهمية اه مطشاط افريقيا هي بتبقى مطش رايح ومطش جاي. اي. فما بقاش فيها فرص متاحة كتير. تمام. وفيها التركيز بيبقى اكتر. لازم لازم تخلص. وبعدين عملوا حاجة كويسة النهائي بقى مطش واحد. اي. ودي رائعة. اه. رائعة رائعة. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. وبعدين فصلة. اه. منتهية بقى التركيز مصف في تسعين دقيقة. خلاص وخلصت. وملعب محايت برضو دي حاجة اه جميلة وكويسة. اه اه. الدوري. سياسة النفس طويل. هو النادي الاهلي محقق ارقام كبيرة في الدوري. نفسنا طويل. على مدى الاجيال. طبعا. نفسنا طويل. بما اه يعني انا اتذكر في مش عام سنة اربعة وتمانين تقريبا كان دون ريفي مدير فن الفريق. الدور الاولاني احنا واخدين الدور. اه. الدور الاولاني. واخدين الدور. يا حاسمين الدور يا عطاف. انما احنا بنلعب مما اه اه. للاخر يعني. اي. النفس الطويل دوت يحتاج لعيبة عندها. طبع. عازك تقول قلول الاول. هلو? هلو? ايوة. ايه يا كابتن حمدي الحمد لله كابتن شريف عرفت على طول على طول يا كابتن شريف كابتن شريف كان جايمن كابتن شريف نور الدنيا يستضيفنا وإحنا صغيرين كده في البيت في العهوزة ويأكلنا وشربنا ودينا لبس يا رجل انا كلنا كان ديوتنا مفتوح على بعض ربنا خليك كابتن حبيبي يا حمد للناور الدنيا ضميني على صحتك الحمد لله بخير والله يا كابتن كله تمامي الحمد لله هجب لنا حاجة بقى متذكرة كده يا كابتن شريف لكابتن حمد يا برادي الحمد يا برادي ليه ذكريات معانا كلنا وضعيب أكتب جدا كنا فاكر يا حمد ما كنا بساح العج فاكر طبعا فاكر لما المباراة دي تعورت وجال ارتجاج وجبتي نزلت من بره الملعب وجبتي بول وانا مش فاكر مش معندش حالفين راح وقت مكان محمد شريف كده وراح تجلت اه دي من ذاكراتك هنا كنا ملعب قاسك كمسيال قاسك ابي جان اه يا ايم يوسف وفانا هو اللي عوارني فاكر يوسف وفانا اه هو اللي عوارني في الدماء اللي اخد مني احسن جناح بابريك يا لولا الحاجة اه 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 طب وبره الملعب يا كابتن شريف ببره الملعب اه كابتن جاري الحقيقة كان عنده الراجل من فجالته يعني انسان اه اللعيبة كلها واحدة واحدة كده كل واحدة عارف اللي ليه واللي عليه اه بلقى كابتنة بالاعدامية اه اه اللي اندل يديف الملعب والاااا اللي مطلوب منه بالزبط فكان ينفذ بعد كده ببدا الملعب كان يؤكوت بقى خفتة الدم اه اه المتحط رمضان ومجد عبدالغاني وااا كابتن مصطفى عبده اه وكابتن مصطفى عبده كابتن سابت يسخنهم على بعض اللي الناس كتير اللي الناس كتير الله ارحمه كابتن سابت يعني طبعا اللي خديدته ومن طبعا لما كان حالس مرور في نادي ياهب بعد كده لما كان مدير كرة انه شخصية جد جدا وشخصية طف جدا نا ده خزمة الدان بكلها يعني بس كان زعيمة كابتل وطلقينا كلنا كده قلبنا على المطش وقلبنا بروح واحد طبعا طبعا بنهاب نهاب ادارتنا وبينخاف من جماهيرنا فكان عندنا اللي بينغمس بسرعة فرقة النادي الاهلي بيتعلم الحاجات دي بسرعة يعني محمد يلعب معنا مثلا جديد علينا ومعرف شيء تحس ان هو بيلعب قاله خبق 6 سنين علاء مايوب يخش في وسط الفرقة تحس انه برضو بقاله 3-4 سنين ده كان معنا كفرقة ونجيله الرشدة يعني عندنا دستور كده يحمد انت عارفو عارفو يعني ما تحسش بقربة لأي لعيد موجود وما فيش يعني وما فيش عدم تمانيات لأي حد كانش في حد يبيزعل ابدا نهو قاعد نتمنى الحمد يا برادو يبقى احسن واحد لان ده ما اصلحت الفرقة نتمنى لربيع ياسين احسن واحد يبقى ده عشان ما اصلحت الفرقة نتمنى لأي حد محمود صالح نتكلم على القطر اللي كان فيها محمود طبعا ده كان ده سر النجاح يعني الروح دي لو الروح دي لو مش موجودة يا كابتن شريف فوقت اللبس النادي لأهلي مع اختلاف الأجيال بتاعلي ما كانش كل الأرقام القياسية وكل الألقاب والبطولات دي اتحققت مش ممكن أبدا عيفة للروح والاحترام ده سمة اه اه ورفة ملابس النادي لأه يعني مفيش حد بيعاد حدوده نعمة كان ما تقابلناش ما تقابلناش من ساعة اه محقانة النجمة العشرة فلازم اقولك مبروك كابتن شريف مبروك ومبروك والشوكو حلو ووشك حلو الحمد لله الحقيقة اه حتى الروح بتاعة القناة كلها بالبان يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله حنكسب الدوري ان شاء الله يا رب ان شاء الله وكل مجرد بالنصيف يعني ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله بشكرك اه شكرا جزيلا طبعا كابتن شريف عبد مناع من نجم النادي الاهلي وزميل ورفيق طبعا الملاعب مع كابتن حمد يا براضي كابتن شريف من الناس الجمال العيبة الجمال يعني وكان بيلمنا وحنا صغيرين يعتبر كده اه وساكن في العجوزة قريب اه من النادي نعدي الضفة التانية بتاعة النيل ايه والبيت كانوا بيتنا يعني ايه ناكل ونشرب وافتح الدولاب عايز دي خدها عايز حاجة جميلة طبعا روحه جميلة جدا 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 طبعا اللي قرب منه كمان يحبه جدا طب انا استسمحك نروح لفاصل اخير ونرجع بقى نكمل كلامنا واتكلم معاك شوية على اللي جاي اه عايز اتكلم معاك على مطشة اسوان شايفه ازاي وبقيت مطشط الدوري في النادي الاهلي وعايز اتكلم معاك كمان كابتر حمدي على جزئية المواهب انت طلع على ايدك مواهب كتير جدا الحمد لله واللاسف المواهب اللي احنا بنقابلها في الزمن ده بقت ندرة مش بس في مصر في كل حتة وكأن المهارة والمواهبة الربانية بقت عملة ندرة خليني اسمع رأيك في ده بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع على طول شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة